بقعة أثرية تكمن في بغداد يتردد لها سابقا سياح من معظم مدن العالم مع مرور الوقت واستمرار الفشل الذي يسكن بين غرف أمانة بغداد بالقرار والأفعال بدأ الإهمال يتسلل إليها فتراكمت السموم بينها وامتلأت زقتها بالظلام فخفت وهجها وانتشر ترفوضا وتكدست تلال النفايات على طرقاتها مواطنون يشكون قهر إهمال الأمانة وتعمدها ذلك في بعض الأزقة من شارع الرشيد شريان مدينة بغداد الذي يوثق الفترة الحضارية من تاريخ بغداد والعراق ولكن يبدو ما ذكر لا تهتم الأمانة أن تنصت إليها ولا تبالي لما يحمله من ذكريات وزخارف أثرية أخفتها أياد همجية فاسدة تعال طب جوه هسه أكو عوائل مدمورة دمار المحلات كلها وصاخة الانقاط تعال شوفه والله العظيم دخلنا دخلك هسه منناك تقول إحنا عايشين بغير بلد بغير بلد عايشين يا أخو ماكو مراقبة خدمات ماكو تنظيف ماكو أمانة منتهية وين شغل الأمانة وين التبليد وين المليارات تصرفها ما يوم قدمت خدمات للمواطن يعني مجرد يجون بفلشون ويطعم رشيد يضم بين أعمدته الجرداء وصفحات تأريخه العميق دخل ما شاء من ذكريات الصبة والشباب والكهولة والحياة الثقافية اليوم أرضه ومن بني عليها سابقا من صرح أثري وبنى قد أوشكت على الهلاك تشكو إلى عدسة تلفزيونية تصلط عليها الضوء عسى أن تلفت نظر الأمانة أو حتى تضع فشلها أمام الملأ شارع الرشيد سابقا كان جنة عاد يعني الضائج يتمشى بشارع الرشيد المم يرتاح يتمشى بشارع الرشيد يرتاح قازينات قازينا البرلمان قازينا عجمي شربة حج زبالة عندك البرازيلية القهوة البرازيلية قهوة الشط العرب نرتاح نتمشى نوصل لحد سينما الخيام نتمشى نقطع الشارع وما ندري مسافة وحاليا الشارع مهمل ومتروك وبناياتها هاي البنايات اللطيفة الأثرية يجب أن يكون يهتمون بيها يعيدون تراثها السشارع الرشيد حتى إذا يجي زاير ينتقدع صح له لا؟ والله ينتقدع على هاي هسا هاي الحضارات والهاي المفروض يترمام هاي تراث هذا التراث العظيم المفروض يرممونه يساوه مو ملتهين باللقوف عصر عباسي مدارس أثرية بيوت مقاهي خانات مساجد تكيات مراكز تقافية وزغرفة فريدة وفق طلاز معماري يمثل وجه بغداد كل ذلك لم يعد في حسابات الأمانة فهي تتمحص خلف التجاوزات الفضفاضة تغلق محالة تهدم بيوت تهدد فنادق وتراث بغداد يشكو ألما ينظر لأشباهه في دول العالم وينفض يداه بائسا من جهة حكومية ترفع قيمة تراثه كما السابق ضحى عمبر الرشيد حصادنا انتهى ولم يتبقى لديه